الكتاب الذي بين يديه هو مفاتيح الجنان الكتاب الذي في بيوتكم وهذا حديث الكساء اليماني الشريف الذي نقرأه في مجالسنا ولقضاء حوائجنا ولكشف همومنا وغمومنا هكذا تفعل الشيعة وهكذا يعتقدون وهكذا يتعاملون مع حديث الكساء اليماني الشريف فهذا الحديث الذي هو مثبت وملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان مثل ما قلت لكم الحق هو أصحاب المطابع بعد أن انتشرت رسالة البافقي في إيران والتي أثبت فيها حديث الكساء اليماني الشريف هذا الحديث مصدره الأصل كتاب العوالم ووصل إلينا عبر البافقي لأن النسخة التي نقل منها البافقي ليست متوفرة بين أيدينا الآن قد تكون موجودة في مكتبة من المكتبات الشخصية في مكان من الأمكنة التي تجمع فيها الكتب لكن فعلا النسخة التي جاء فيها هذا الحديث في المتن والتي نقل منها البافقي ليست موجودة وكذلك النسخة التي نقل منها الصدوق وكان السند كاملا ليست موجودة لأن النسخة التي عذرت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مكتبة جامعة طهران هناك نقص في بداية السنة إلا أن تكون هذه النسخة هي التي نقل عنها الشيخ الصدوق وانتقلت من يزد إلى طهران وحدث خلل ونقص في بداية السنة هكذا وصل إلينا حديث الكساء اليماني الشريف الذي نقرأه في كتاب مفاتيح الجنان إذا طبقنا عليه الطريقة الشافعية البخارية من جهة التدقيق في السنة فإن الحديث لا بد أن يطرح جانبا مثل ما فعل مرتضى العسكري ومثل ما يفعل سائر مراجع النجف وحين أتحدث عن النجف أنا لا أتحدث عن الجغرافيا أنا أتحدث عن مراجع الشيعة من الذين ماتوا من الأحياء من الآتين في قادم الأيام إذا كانوا يتبعون المنهج الطوسي القذر نفسه ولا أتحدث عن جغرافيا النجف أتحدث عن كل مراجع الشيعة أكانوا في شرق الأرض أم كانوا في غربها وكذلك إذا أردنا أن نطبق طريقة المستشرقين في تحقيق الكتب والمصادر وفي تحقيق النصوص فإن هذا النص سيكون ضعيفا سيكون مختلا إذن كيف نقبل هذا الحديث الشريف نحن نقبله وفقا لطريقة التحقيق عند العترة الطاهرة لا شأن لنا بطريقة الشافعي والبخاري ولا شأن لنا بطريقة المستشرقين وليذهبوا هم مع طرائقهم إلى الجعيم لا شأن لنا بهم ما علاقتنا بهم هل أن أئمتنا أرجعونا إلى هؤلاء هل قالوا لنا استعملوا طريقتهم في تحقيق النصوص هذا قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم ماذا يقول في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب للذين آمَنُوا والذين آمَنُوا هم الذين آمَنُوا بإمامة الحجة بن الحسن العسكري الذين آمَنُوا ببيعة الغديرين بغدير علي وغدير القائم هؤلاء هم الذين آمَنُوا ولا شيء وراء ذلك إنني أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسري بتفسير محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير لا شأن لي بتفسير نواصبي السقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بتفسيري وفتاوى نواصبي السقيفة بني نجف الذين آمَنُوا هم الذين آمَنُوا بإمامة وولاية الحجة بن الحسن العسكري فقط هؤلاء هم الذين آمَنُوا الذين آمَنُوا ببيعة الغديرين بغدير علي وبغدير القائم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَى فَتَبَيَّنُوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمي موطن الشاهد وموطن القاعدة هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذه الآية تسقط علم الرجال لأن الآية تقول لنا لا تعبأوا بالسند وعبأوا بالمتن هذا فاسق بتقييم من الله وليس من الرجاليين الذين لا ندري من أين يأتون بتقييماتهم النجاشي في كتاب الرجال وهو أصل كتب الرجال عند الشيعة حينما يمدح شخصاً وحينما يقدح شخصاً لا يقول لنا من أين جاء بهذا المدح ومن أين جاء بهذا القدح والبقية كذلك هذا الراوية هنا فاسق بتقييم من الله ومع ذلك فإن الله يقول لنا لا تعبأوا به لا تعبأوا بالسند اذهبوا إلى المتن وتبينوا من المتن فهذه الآية تسقط علم الرجال وبشكل واضح يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ماذا نتبين نتبين السند ما هو السند معلوم عندنا فاسق علينا أن نتبين المتن هذا المتن هل تحدثت الآية عن متن مكتوب إنها تتحدث عن فاسق جاءنا بنبأ يروي لنا رواية بلسانه ليس هناك من كتاب لا قيمة للكتاب الكتاب عامل تذكير فقط الكتاب عامل تذكير فقط لو وردت إلينا رواية الآن ليست موجودة في كتاب ونحن لا نملك دليلا على كذب الذي يرويها فماذا نفعل مرة نحن نقطع من أنه يكذب فيما يقول نتركه نتركه ولا شأن لنا بما يقول إذا كنا نعلم من أنه يكذب فيما يقول لكننا إذا لا نملك دليلا على كذبه وينقل لنا كلاما عن الأئمة صلوات الله عليه هل نرفض كلامه لأنه ليس موجودا في كتاب من الكتب وجود الحديث في الكتب قرينة قرينة وليس أمرا نهائيا يعني أن الحديث إذا لم يرد في الكتب فهذا يعني أن الحديث يرفض القرآن لا يقول بهذا القرآن هكذا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ جاءكم بنبأ ملفوظ بروايته فتبينوا تبينوا المتن لا شأن لكم أن هذا الذي نقله هل هو في كتاب أو ليس في كتاب ولا شأن لكم بالناقل ما هو دققوا في المتن إلا إذا كنا نعلم من البداية أن هذا الذي يقوله كذب في كذب حينئذ لا نعبأ لا به ولا بما يقول وإلا فالآية واضحة هم يضحكون علينا هؤلاء الذين يقالوا لهم نواب صاحب الزمان يضحكون علينا يقولون لنا من أن الآية تقول إذا كان ناقل الحديث ثقة فخذوا بحديثه الآية لا تقول هكذا الآية تقول إن جاءكم فهسقون بنبأ فتبينوا ما تحدثت عن الثقة سيقولون لكم للآية مفهوم جيد للآية مفهوم لماذا تركتم المنطوق الآية لها مفهوم جيد لماذا تركتم المنطوق أيهما أقوى حجة المنطوق أم المفهوم وحتى إذا قلنا من أن حجة المفهوم بقوة حجة المنطوق لكن الأولوية تبقى للمنطوق هناك أولوية لحجة المنطوق لماذا تركتم المنطوق لماذا لأن البخارية قد فعل ذلك لأن الشافعية قد فعل ذلك وإلا فمنطوق الآية واضح يسقط علم الرجال وإذا أردنا أن ننقل الحديث إلى المفهوم من قال من أن الآية لها مفهوم إذا رجعنا إلى الروايات التي حدثتنا عن أسباب نزول الآية فإن الروايات تخبرنا عن أن الآية ليس لها مفهوم هذه الآية نزلت مرتين المرة الأولى بخصوص عائشة حينما اتهمت ماريا أم المؤمنين وأم إبراهيم حينما اتهمتها اتهمتها بالزنا قذفتها فهذه الآية نزلت بحق عائشة بحسب رواياتنا لا شأن لي بما يقوله وإليكم الناصبي ولا شأن لي بما يقوله طوسيكم الناصبي لا شأن لي بهؤلاء هؤلاء نواصب الشيعة لا شأن لي بما يقوله مراجع النجف وكربلاء أحاديث أهل البيت ماذا تقول تقول هذه الآية نزلت بحق عائشة مرة ونزلت بحق الوليد ابن عقبة أنا لست بصدد تفصيل القول في أسباب النزول لكننا إذا رجعنا إلى أحاديث أسباب نزول الآية فإن تفاصيل الوقائع تقول من أن الآية ليس لها مفهوم من خلاله ما دلت عليه تفاصيل الوقائع وقد شرحت هذا شرحت هذا بالتفصيل في برامجي البرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذا المطلب وإلا فإنني قد شرحت ذلك وجئت بالمصادر وذكرت أسباب النزول وتحددت عن تفاصيل الوقائع وبينت كيف أن تفاصيل الوقائع تشير إلى أن الآية ليس لها مفهوم قد يقول قائل من أن الشرط له مفهوم نعم الشرط له مفهوم ولكن هل في كل حالته بحسب القرائن الجملة الشرطية يكون لها مفهوم بحسب القرائن الدالة على وجود مفهوم لها فهذه الآية إذا درسناها بحسب تفسير أهل البيت لها وبحسب أسباب نزولها في قضية عائشة وفي قضية الوليد ابن عقبة فإن الآية ليس لها مفهوم الآية منطوق فقط وحتى إذا أردت أن أتنازل عن هذه الحقيقة وأقول من أن الآية لها مفهوم ومفهومها من أن الثقة نأخذ بخبره لا نحتاج إلى أن نتبين ذلك فهذا سيأتي بعد المنطوق في البداية لا بد أن نعمل بالمنطوق فإذا عملنا بالمنطوق وكان المنطوق يتعارض مع المفهوم يلغى المفهوم لأن المنطوق يلغي علم الرجال والمفهوم الذي يتحدثون عن يثبت علم الرجال فتعارض المنطوق مع المفهوم سقط المفهوم لا قيمة له المنطوق يلغي علم الرجال وإنما يثبت طريقة أهل البيت في التحقيق بعرض الأحاديث على قاعدة المعلومات بعرض الأحاديث على القرآن وعلى الثابت من أحاديثهم قطعا نعرض الحديث على القرآن المفسر بتفسيرهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير ونعرض الأحاديث على الثابت من أصولهم التي قالوا عنها من أننا نؤصل الأصول علينا الأصول وعليكم التفريع هذه هي الأصول وهذا هو الذي أبينه لكم هو التفريع هذه طريقة تحقيق أهل البيت هؤلاء الذين في النجف حرفوا القرآن وحرفوا الحقائق قفزوا على منطوق الآية إلى مفهومها ومثل ما قلت لكم هذه الآية ليس لها مفهوم بحسب أسباب النزول إذا أردنا أن ندرس الوقائع التي نزلت بسببها الآية وحتى إذا افتردت أن لها مفهوم فإن المنطوق يتعارض مع المفهوم فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم على أرض الواقع سقط المفهوم لا حجية له المنطوق يقول لا قيمة لعلم الرجال لأننا لا نرفض خبر الفاسق وإنما نتبينه ولا شأن لنا بالسنة عملنا مع المتن هذه آية صريحة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا تفعلون فتبينوا ما قالت الآية فردوا خبر الفاسق إذن ماذا تصنعون مع المجاهيل وأكثر رواة الحديث من المجاهيل هؤلاء ما هم فساق هؤلاء ما هم فساق هل فاسقوا لا نرد خبره بحكم القرآن هذا حكم القرآن وأكثر الرواة مجاهيل مثل ما قرأت عليكم قبل قليل في السنة بخصوص القاسم ابن يحيا الجلاء الكوفي قلت هذا من المجاهيل من المجاهيل لا دليل على أنه فاسق فحينئذ المجاهين يكونون قطعا أفضل من الفاسق ومع ذلك الفاسق بحكم الله لا بحكم الرجاليين القرآن يأمرنا أن لا علينا أن نتبين من المتن من المضمون نذهب إلى فاصل هل التفتتم إلى تحريف مراجع النجف وكربلة يتركون منطوق الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يتركون منطوق الآية ويذهبون إلى مفهومها من أنه ماذا يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا يعني إن جاءكم ثقة فاقبلوا كلامه ومن هنا علينا أن نؤسس علم الرجال وأن نتبع النواصب فيما أسسوا من علم الرجال حتى نعرف الثقات وتحت هذه الخدعة الشيطانية دمروا كل الأحاديث التي في أسانيدها مجاهيل أو ما هم بموثوقين بينما القرآن لا يقول هكذا تلاحظون العمل الشيطاني لهؤلاء السفلة من مراجع النجف وكربلة جاءوا إلى الآية فألغوا منطوقها وذهبوا إلى مفهومها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قالوا ماذا يفهم منها يعني إذا جاءكم ثقة فاقبلوا حديثا فعلينا أن نؤسس علم الرجال مثل ما فعل النواصب لما أسسوا علم الرجال ماذا قالوا قالوا نأخذ بأخبار الثقات فقط القرآن ما قال هكذا القرآن جاء بمنطوق واضح قال إذا جاءكم فاسق فلا ترفضوا خبره تأكدوا من مضمون خبره يعني لا قيمة لعلم الرجال وحتى لو كان للآية مفهوم من أننا نأخذ بخبر الثقة إذا تعارض المفهوم مع المنطوق على أرض الواقع يلغى المفهوم وهنا يتعارض المفهوم مع المنطوق على أرض الواقع ولذا يجب علينا أن نتبين من أخبار الثقات ومن أخبار غير الثقات لأن ثقة أيضا يخطئ ويشتبه إلا إذا كنا متأكدين من هذا الثقة من أنه ينقل بدقة وما عندنا من شك في نقله حينئذ نقبل كلامه من دون أن نفحص المت وأين نجد مثل هذا أين نجد مثل هذا ومن هنا فإن المحقق الذي يبحث عن الحقيقة لا بد أن يدقق في جميع النصوص الغاية النصوص ما علاقتنا بالرواد هذا منطق القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ولكنهم يتركون المنطوق الذي هو الحجة الأصل ويذهبون إلى المفهوم وحينما يذهبون إلى المفهوم يقومون بإلغاء المنطوق عمليا إنهم يلغون المنطوق كيف لأنهم يرفضون أخبار المجاهيل وأخبار غير الموثوق مع أن القرآن لا يقول بذلك القرآن يقول لا ترفض أخبار الفاسق قطعا المجهول أفضل من الفاسق يعني لا ترفض أخبار المجهول لا ترفض أخبار الفاسق تأكدوا من المضام والواقع يقول بهذا أكثر الأخبار رواتها مجاهيل أكثر الأخبار رواتها مجاهيل أكثر أحاديثنا رواتها مجاهيل القرآن أعطانا الحد الأبعاد فقال لو كان فاسقا لا ترفض خبرا إذن إذا كان مجهولا فمن باب الأولى لا نرفض خبرا ماذا يفعل مراجع النجف مراجع النجف يفعلون بعكس هذا ولذا دمروا أحاديث أهل البيت لماذا عند السيستاني أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت مرفوض لماذا عند السيستاني عند الخوئي عند محمد باقر الصدر عند سائر المراجع لماذا لأنهم يخالفون القرآن يخالفون طريقة التحقيق القرآنية يعملون بطريقة الشافعي والبخاري التي هي تخالف القرآن ما هذا قرآن أنا لا أقرأ رواية هنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا يوجد حديث عن كتاب مطبوع وعن كتاب مخطوط وعن نسخ مختلفة كلام ينقله فاسق بلسانه إذا جاءكم هذا الفاسق بكلام ملفوظ فلا تردوا كلامه ولكن تبينوا من مضمون كلامه قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا هذا يسقط علم الرجال بالكامل من أوله إلى آخره ماذا نقرأ في الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة تسعة وثمانية باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب الحديث الثاني عن عبد الله بن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به هذا بخصوص السنة الإمام قال إذا ورد عليكم حديث ورد عليكم ليس في ورقة مكتوبة وإنما ورد من خلال نقل الألسنة إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أو لا به جاءكم به بلسانه كتب بعد ذلك على الورق هذه مرحلة متأخرة وحتى لو كتب على الورق فإن الأصل الذي يريد الأئمة منا أن نتوجه إليه المضمون لا كيف كتب ولا في أي كتاب كتب المضمون نعم إذا كتب بشكل صحيح وكتبه عالم موثوق في كتاب موثوق قطعا هذه قرائن مهمة لكن قبول الحديث ورفض الحديث لا يتوقف عليها قبول الحديث ورفض الحديث بحسب القرآن وبحسب العترة ما يرتبط بالمضمون وبعرضه على قاعدة المعلومات ومن هنا فإن أئمتنا وضعوا هذا الميزان اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا موسوعية الأحاديث تعني فهم القرآن بشكل صحيح موسوعية الأحاديث تعني تمييز الأحاديث تعني معرفة الأصول التي أصلها أئمتنا ونحن نفرع على أساسها إلى هذا يشيرون القضية ليست مسابقة في حفظ الأحاديث الأئمة حين يضعون هذا الميزان اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا هذا الفهم يتفرع على الموسوعية والموسوعية تؤدي إلى فهم صحيح للقرآن لأن القرآن مفسر في أحاديثهم والموسوعية تؤدي بنا إلى معرفة أصولهم التي أصلوها لنا وعلينا أن نفرع عليها هذا هو السبب الذي يتحدثون عنه أئمتنا ابن أبي يعفور دققوا النظر في هذا الحديث ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به الإمام لم ينظر إلى موضوع الثقة أو عدم الثقة قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فاخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أو لا به أكان ثقة أم لم يكن وهذا يتطابق مع منطق القرآن هذا يعني أن منهج الحوزة باطل من أوله إلى آخره بحسب القرآن وبحسب الحديث ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فهذه دروس الخارج في علم الأصول وهذه كتب الأصول وكتب الرجال الأولى أن يلقى بها في المزبلة أن تحرق هذه الكتب هذه كتب ضلال هذا منطق القرآن وهذا منطق العترة صلوات الله عليها القرآن واضح يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا فإذا كان مجهولا الأمر يكون أأكت وأقوى وأكثر الروات من المجهول لماذا يضعف مراجع النجف وكربلاء أحاديث أهل البيت لأن أكثر الروات من المجهول هذا هو سبب القرآن يقول لو كان فاسقا معروفا معروفا من أنه فاسق والقرآن يتحدث عن فاسق بتقييم من الله وليس من الرجاليين ومع ذلك القرآن قال لنا لا ترد حديثه ولم يأتي بكتاب نقله بلسانه هذا التصور من أن الأحاديث لا بد أن تكون في الكتب هذه قضية عارضة فآية القرآن هذه ليست خاصة بزمان من الأزمنة هذه الآية مستمرة إلى يوم القيامة من هنا جاءت تأكيد على الرواية وعلى رواة الحديث ومن هنا فإن مراجع النجفي ما هم بروات حديث لأنهم لا يروون الحديث راوية الحديث هو الذي ينقل الحديث بلسانه هذا هو راوية الحديث حتى إذا كان يستعين بالكتابة والتأليف لا بد أن يكون الأصل عنده أن يروي الحديث بلسانه هذا هو الأصل وإنما يلجأ إلى الكتابة للحاجة إليها ولأن الكتابة تحفظ الأحاديث ولأن الكتابة تكون وسيلة لانتشار الحديث لكن الأصل في الموضوع هو الملفوظ إذا لم يكن الملفوظ صحيحا ما فائدة كتابته لا تجوز كتابته ولا يجوز نشره فلا بد أن يكون الملفوظ صحيحا وبعد ذلك تأتي الكتابة الكتابة مسألة ثانوية الحديث عن الملفوظ ومن هنا أشرت في الحلقات المتقدمة من أنني لا أعبأ بالنسخ التي لا تأتي موافقة لثقافة العترة الطاهرة وإنما أعبأ بالنسخ التي تأتي موافقة للكتاب ولثقافة العترة الطاهرة لهذا سبب هذا هو التحقيق القرآني والتحقيق وفقا للثقافة الغديرية أتمنى عليكم بعد البرنامج للمهتمين أن يعودوا إلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات أن يعودوا إليها وأن يتدبروا فيها وأن يدققوا النظر فيها الآية هذه منطوق من دون مفهوم بحسب تفاصيل الواقعة واقعة عائشة وواقعة الوليد ابن عقبة فإن الآية جاءت تتحدث عن تلك الواقعتين من دون النظر إلى جهة موثوقة الآية نزلت في أطراف غير موثوقة وليس هناك من نظر في الآية مطلقا إلى جهة موثوقة لا في المنطوق ولا في المفهوم وحتى إذا أردنا أن نغض النظر عن هذا الموضوع ونقول من أن الآية لها مفهوم ما هي القرائن التي دلت على أن الآية لها مفهوم إلا إذا سلمنا من أن الجملة الشرطية في كل أحوالها يكون لها مفهوم وهذا يحتاج إلى دليل لإثباته على أي أساس نقول من أن الشرط في كل أحواله يكون له مفهوم واقع الحياة لا يقول بهذا العرف لا يقول بهذا البلاغة واللغة لا تقول بهذا فنحن بحاجة إلى دليل يثبت أن الجملة الشرطية لها مفهوم وحتى لو تركنا هذا وقلنا من أن الجملة الشرطية لها مفهوم في كل أحوالها إذا تعارض المفهوم مع المنطوق على أرض الواقع في التطبيق فإن المفهوم سيلغى يبقى المنطوق وحتى لو تنازلنا عن هذا وقلنا من أن الآية لها منطوق ولها مفهوم فإن المنطوق يقدم أولا على المفهوم لماذا ألغيتم المنطوق وجعتم بالمفهوم الذي لا وجود له أساسا يا مراجع النجفي وكربلاء وأسستم دينا باطلا منحرفا وفقا لأسلوب التحقيق الشافعي والمستشرقي ما هكذا تحققون الدين وهكذا تستنبطون الأحكام وهكذا تفسرون القرآن وهكذا تستنبطون العقائد ومن هنا فتحتم أبواب الضلال على مصارعها سبب التحريف في الدين هو هذا نذهب إلى فاصل هذه الحقائق التي ذكرتها لكم بشكل موجز أنا قد شرحتها في ساعات طويلة يمكنكم أن تعودوا إلى برامج السابقة شرحت هذا في حلقات كثيرة جدا لكنني أجملت الكلام في هذه العجالة وبوجازة واختصار هذا الذي سمعتموه صدقوني أنا أخاطب أبنائي وبناتي هذا الذي سمعتموه لا يستطيعون أن يرد حرفا واحدا منه وهذا الذي سمعتموه يلغي منهج حوزة النجف وكربلاء من أوله إلى آخره ويبطل كل فتاواهم ويبطل كل عقائدهم ويبطل كل تفسيرهم لأن الذي ذكرته هو منهج التحقيق وفقا للقرآن والعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا هذا هو المنهج الذي يريد رسول الله منا أن نتبعه أما المنهج الذي عليه مراجع النجف وكربلاء فهو منهج الضلال جمعوا فيه بين أسلوب الشافعي والبخاري وأسلوب المستشرخين مثل ما قلت لكم مراجع النجف وكربلاء جئهم بأي شيء لكن بشرط ألا لا يحكون من محمد وآل محمد يقبلون به أما إذا جئتهم بشيء من جهة محمد وآل محمد يثيرون الإشكالات وبعد ذلك يرفضونه هذا هو الذي يجري بالضبط في حوزة النجف وكربلاء هم يسمعوني الآن يسمعوني أنا متأكد من ذلك أنا لا أقول لكم هذا على سبيل التخمين الذين يتفقون معي والذين يختلفون معي الجميع يتابعون برامجي في حوزة النجف وفي غير حوزة النجف الجميع يتابعون هذه البرامج لأنهم يجدون الحقيقة الواضحة الصريحة فيما تقدمه قناة القمار حتى وإن كانوا لا يصرحون بذلك على أي حال لا شأن لي بهم أعتقد أن صورة صارت واضحة من أننا نتمسك بحديث الكساء اليماني وفقا لمنهجية القرآن والعترة الطاهرة نحن لا نعبأ بالأسانيد إذا كان الفهسق إذا جاءنا برواية ملفوظة القرآن يقول لا ترفضوا روايته وإنما تبين حديث الكساء اليماني لا يحتاج إلى تبين دال على نفسه بنفسه هو ينطبق انطباقا كاملا مع منظومة الزيارات والأدعية الشريفة ينطبق انطباقا كاملا مع منظومة الأحاديث التفسيرية أساسا هو حديث تفسيري من الأحاديث التفسيرية والأحاديث التفسيرية نحن لا نعرضها على القرآن وإنما نعرض القرآن عليها حديث الكساء اليماني الشريف حديث تفسيري لآية التطهير فآية التطهير نزلت ويظهر مضمونها من خلال حديث الكساء اليماني الشريف الذي جرى في بيت أم سلمة لا يوضح مضمون آية التطهير لأن الذي جرى في بيت أم سلمة كان الحديث فيه مجملاً كان الحديث فيما جرى في بيت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وعاله شخص أهل بيته فقط ومن أنهم هؤلاء أصحاب آية التطهير بينما حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة فسر لنا مضمون آية التطهير فهذا الحديث لا يحتاج إلى عرض أساساً لأنه حديث تفسيري الأحاديث التفسيرية حاكمة على القرآن وإلا كيف سنفهم القرآن هذا الإشكال الذي يذكرونه من أن الأحاديث تعرض على القرآن الأحاديث التفسيرية لا تعرض على القرآن القرآن يعرض عليها سيقولون هذا دور ليس بدور هذه بيعة نحن بايعنا في الغدير على صحة هذه الأحاديث وإلا أين تفسير علي وآل علي للقرآن هل كان رسول الله يضحك علينا حينما اشترط علينا في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسيرهم أين هو تفسيره هل كان رسول الله يبايعنا على شيء ليس موجوداً أو هل كان يبايعنا على شيء يمكن أن يكون صحيحاً ويمكن أن لا يكون صحيحاً ماذا تقولون أنتم الأحاديث التفسيرية حاكمة على القرآن لأننا قد بايعنا عليها في بيعة الغدير بيعة الغدير بيعة مع الله بيعة مع رسول الله بيعة مع أمير المؤمنين بيعة مع سائر أئمتنا من الصديقة الكبرى إلى الحجة ابن الحسن بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط أين هو تفسيره فهل أننا بايعنا الله على شيء لا وجود له أو أننا بايعنا الله على شيء يمكن أن يكون صحيحاً ويمكن أن لا يكون صحيحاً أي منطق هذا أي هراء هذا وأي دين هذا نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل عليين فلابد أن يكون هذا التفسير موجوداً ولابد أن يكون صحيحاً وحينئذ سيكون حاكماً على القرآن لأن المفسر حاكم على المفسر لأن المفسر سيكون تحت سلطة المفسر فالقرآن ليس واضحاً لدينا الذي يوضحه حديث العترة فحديث العترة سيكون حاكماً وموضحاً للقرآن ومن هنا ليس هناك من دور الأحاديث التي تعرض على القرآن إنما هي الأحاديث التي ليست من الأحاديث التفسيرية ويدخل في جملة الأحاديث التفسيرية تفاصيل الأحكام فآيات الأحكام مجملة تفسيرها في أحاديث الأحكام فأحاديث الأحكام هي الأخرى لا تعرض على القرآن لأنها إذا عرضت على القرآن سترفض لأننا سنعرض المفصل على المجمل والمجمل يرفض المفصل من هنا فإن المفصل يكون حاكما على المجمل فأحاديث الأحكام هي جزء من الأحاديث التفسيرية نحن عندنا تفسير كامل للقرآن إن كان ما يرتبط بالأمم السابقة فعندنا التفاصيل الكثيرة في الروايات أو ما يرتبط بظواهر القرآن وبواطنه أو ما يرتبط بمناقب الأئمة وفضائلهم أو ما يرتبط بأصول العقائد وأسرار المعارف أو ما يرتبط بتفاصيل الأحكام كل هذا يكون حاكما على القرآن ما كان خارجا عن هذا وشككنا فيه فإننا نعرضه على القرآن المفسر بتفسيرهم ولذا فإن بيعة الغدير هي أساس عملية التحقيق إذا أردنا أن نشرح عملية التحقيق وفقا لمذاق العترة الطاهرة ووفقا لما يريده محمد وآل محمد منا فلابد أن نضع أولا مواثيق بيعة الغدير مواثيق بيعة الغدير هي الأساس لصحة عملية التحقيق ولحجيتها أتحدث عن عملية التحقيق وفقا لمنهج العترة الطاهرة إذن أولا مواثيق بيعة الغدير والتي يتفرع عليها أن نفهم القرآن وفقا لتفسيرهم والأحاديث التفسيرية حينئذ وفقا لمواثيق بيعة الغدير هي صحيحة وإلا لماذا بايعنا عليها ولماذا اشترط علينا رسول الله أن نعمل بها قد تقول حرفت تعرضت للتصحيف أقول نعم ونعم ونعم لكننا وفقا لمنهج التحقيق ووفقا لما اشترطه علينا أئمتنا من معرفتنا بمعاريض الكلام ولحن القول والموسوعية في حفظ الحديث وإحسان الحديث وفهمه من خلال الأصول التي أصلها نستطيع أن نستكشف كل ذلك وقد برهنت هذا عمليا عبر برامج الطويلة وبالوثائق والحقائق والدقائق يمكنكم أن تعودوا إلى برامج الطويلة والعريضة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية يمكنكم أن تتابعوها عبر هذه الشاشة كي تطلعوا على هذه الحقائق بأنفسكم وكيف أنني حين أطبق طريقة التحقيق التي تعلمتها منهم صلوات الله عليهم من خلالها أستكشف النقص في الأحاديث وأستكشف التحريف في الأحاديث وكل هذا قد طبقته عمليا ليس لمرة أو مرتين لمئات المرات وبرامجي أدل دليل على ذلك عودوا إليها وتتبعوا الأمر بأنفسكم أنا لا أحدثكم عن خيال وعن أوهام أنا أحدثكم عن حقائق هي موجودة بين أيديكم فعودوا إليها وتأكدوا من صدق ما أقول ومن صحة ما أقول عرفتم الآن حينما أقول من أن حوزة النجف حوزة ملعونة لأنها اتبعت منهجا ملعونا مخالفا لمنهج بيعة الغدير عرفتم الآن لماذا أصر دائما على أن مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعتها الغدير في كل حرف من حروف كلامهم وفي كل حرف من حروف كتابتهم هذا هو الذي أقصده أنا أتحدث عن حقائق القرآن وعن حقائق حديث العترة الطاهرة أنا أتحدث عن علم وتحقيق وعن فهم وتدقيق لا ألقي الكلام على عواهنه أنا لست سياسيا أنا لست مهرجا أنا أتحدث عن علم وتحقيق وتدقيق هذه الحقائق بين أيديكم ارحموا أنفسكم أدركوا أنفسكم ارحموا أنفسكم خلصوا أنفسكم من قمامة حوزة النجف وكربلاء تلك قمامة ما هي بدين لا علاقة لها بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل حديث الكساء اليماني الشريف وثيقة من أهم الوثائق الدالة على إمامة فاطمة وقد شرحت هذا الحديث أنا لست بصدد شرح حديث الكساء هنا لكنني سأشير إلى إماضات سريعة وإلا إذا أردت أن أشرح هذا الحديث فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات سأأخذ إماضة قرآنية وأخذ إماضة من كلامهم وحديثهم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا ميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي وجهه إلينا ضمان من خاتم الأنبياء ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لما سأل جبرائيل سأل الله سبحانه وتعالى يا رب ومن تحت الكساء أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من حديث الكساء اليماني الشريف يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها فاطمة هي الأصل هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ماذا وصفهم الله جميعا هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم أهل بيت النبوة الانتماء لمن لفاطمة هم فاطمة وأبوها انتماء إليها وبعلها نسب إليها وبنوها نسب إليها فهؤلاء هم أهل بيت النبوة ماذا نقرأ في أول الزيارة الجامعة الكبيرة في أول الزيارة الزيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فكل المضمون الموجود في الزيارة الجامعة الكبيرة والتي تتحدث عن إمامتهم الكونية وعن إمامتهم التكوينية وعن إمامتهم التشريعية وعن إمامتهم السماوية وعن إمامتهم الأرضية فهم حجة على أهل السماوات وعلى أهل الأرض إمامة كونية إمامة تكوينية إمامة تشريعية إمامة سماوية إمامة أرضية إمامة بكل معاني مراتب الإمامة الزيارة الجامعة الكبيرة تحدثت عن كل ذلك أول عنوان في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة فاطمة داخلة في هذا العنوان أو لا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هذا في أول الزيارة الجامعة في آخر الزيارة الجامعة اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إلى آخر الدعاء فاطمة داخلة هنا أولا ماذا تقولون أنتم من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار صفة الأئمة لكل أهل بيته فاطمة داخلة أو لا أو أنكم تخرجونها هذا كله موجود في حديث الكساء اليماني وماذا جاء في حديث الكساء اليماني أيضا هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة معدن أصل أصل الرسالة ماذا نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أصل الرسالة أين عند أصل الأصول عند علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان هذه الرسالة لها معدن معدنها علي هو أصل الأصول المعدن الأصل هنا في حديث الكساء هذا الوصف ينطبق على فاطمة قبل أن ينطبق على غيرها لماذا؟ لأنها في أول الكلام هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ففاطمة معدن الرسالة أصل الرسالة وهنا يأتي معنى أنها كفء لعلي وعلي كفء لها مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بحراني من العلم عميقا فمثلما علي معدن الرسالة بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لماذا لأن أصل الأصول لأن معدن الرسالة لأن أصل الرسالة علي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فمعدن الرسالة هنا يا علي أنت أصل الدين ويقول له رسول الله أشهد لك بذلك في حديث لماذا لأن أصل الأصول لأن معدن الرسالة لأن أصل الرسالة علي في بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فمعدن الرسالة هنا يا علي أنت أصل الدين ويقول له رسول الله أشهد لك بذلك في حديث الكساء هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة فاطمة معدن الرسالة أصل الرسالة هذه جهة التكافؤ فيما بينها وبين علي من أنه ليس لفاطمة من كفر من آدم فما دون كفؤها علي فقط كفؤها علي في الإمامة إمامتها كإمامة علي علي إمامها لكن إمامتها كإمامة علي إمامة علي كإمامة محمد صلى الله عليهما وآلهما لكن محمدا إمام علي هؤلاء أئمة الأئمة محمد علي فاطمة إمامة فاطمة كإمامة محمد لكن محمدا إمام علي وفاطمة فاطمة هي روحه التي بين جنبي وهي أم أبيها هذه الكلمات ما هي بكلمات صادرة مني لبنتي وما هي بكلمات صادرة من أحدكم لبنته هذا الكلام صادر من محمد الأعظم لفاطمة العظمى القضية خارجة عن القياسات العادية التي تقاس علي وتقاس عليكم هذا حديث محمد الأعظم عن فاطمة العظمى هذه روحه التي بين جنبي وهذه أم أبيها صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين وماذا نقرأ أيضا في حديث الكساء اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم الكلام واضح هذا الكلام إذا ذهبنا إلى دعاء الندبة الشريف حينما يتحدث الدعاء عن مضمون بيعة الغدير وعما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في مضمون بيعة الغدير هذه الكلمات ترد بنفسها أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما فلما انقضت أيامه انقضت أيام رسول الله أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هات فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ويستمر في كلامه رسول الله يبين منزلة أمير المؤمنين ليس في بيعة الغدير فقط وإنما على طول الأيام هكذا كان يقول له أنت أخي ووصيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي ما هذا المضمون هو هو في حديث الكساء اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم بيعة الغدير ثابتة لهم جميعا بيعة الغدير لعليين ولفاطمة وللحسن والحسين وعودوا وقرأوا خطبة بيعة الغدير تجتمل على هذا المضمون بشكل واضح وصريح فبيعة الغدير ثابتة لفاطمة وهذا أدل دليل على إمامتها بيعة الغدير ثابتة للأئمة في السلسلة التي هي السلسلة الأئمة الأربعة عشر بيعة الغدير ثابتة لهم جميعا حديث الكساء يشتمل على هذه الحقائق الواضحة حديث الكساء حاكم على غيره من الأحاديث لا نحتاج إلى سندين ولا نحتاج إلى عرضين إنه من أهم الأحاديث التفسيرية هو حاكم على القرآن هذه طريقة التحقيق وفقاً لمذاق العترة الطاهرة قارنوا فيما بينها هو بين طريقة التحقيق عند مراجعكم في النجف وكربلاء وفقاً للشافعي والبخاري ووفقاً للمستشرقين أعتقد أن صورة صارت واضحة لكننا بحاجة إلى مثال من واقعنا اليوم غداً سأعرض لكم مثالاً من واقعنا اليوم إنه مرجع المستقبل المتوقع محمد رضا السيستاني الذي بدأ أتباعه يبثون بين الشيعة في العراق وخارج العراق من أنه أعلم من أبيه تهيئة لمرجعيته في قادم الأيام سأعرض لكم في حلقة يوم غد مثالاً من أسلوبه في التحقيق وما ينتجه تحقيقه من ضلال الأمر ليس خاصاً به الجميع هكذا والأمثلة مرت لكننا نتحدث عن مرجع الشيعة القادم كي تعرفوا طريقة تحقيقه وكيف يستنبط الأحكام والعقائد لكم نلتقي غداً إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعاً في أمان الله أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء